موسيقى بتأسف قول مشاهدين أنه نحن بكل بساطة شعب ما بيقرأ لجنة اليونسكو بلبنان فكرت بها الموضوع عم بتحاول تغير هالواقع هيدين الأسباب بيمكن يدفعتها حتى تنظموا لأول مرة بلبنان الجيزة الوطنية للمطالعة اللي مخصصة لكل شخص هاي والمطالعة بلبنان تفاصيل أكتر عن هالحدث مع جيوفنا برحب الدكتور أدغار ترابلسي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك حضرتك مكرر لجنة الجيزة المطالعة باليونسكو لبنان وصاحب الفكرة وبرحب كمان بشادي لييس أهلا وسهلا فيك شادي حضرتك مش بس زميل لقلنا بالأم تي في أنت كمان من الفيزين بهالمسابقة عن فئة الكتب العربية حصلت على المرتبة الثانية مبروك مرحب كمان بإيزابيل فخوري أهلا وسهلا فيك إيزابيل مرحب أنت حصلت على الجيزة الأولى بفئة الكتب الأجنبية بدي بليش معك دكتور ترابلسي بتأسف قولوا إن إحنا بكل بساطة شعب ممنقرة بدي أعرف منك ليش بالضبط بعرف فيه أرقام مخيفة وشو اللي دفعكم حتى تقوموا بهالمسابقة لما انتعينت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافي لإونسكو بلبنان بأول اجتماع وبالتاني كان سعادة المدير العام الأستاذ عمر حلبلب مدير عام وزارة الثقافي عم بيشارك تقرير صادر عن إونسكو وعن العالم العربي وكان التقرير مخيف قال أن الإنسان العربي بيقرأ 11 سطر بالسنة بالوقت الأوروبي بيقرأ 8 كتب والأميركاني بيقرأ 11 كتاب أنا عم بسمعه يعني صابني شيء شيء مخيف يعني عم تخبرنك لتحت الهوى بعض الأرقام أنا بستحي بروح أنا بنزل بعمل داونلود من الإونسكو للتقرير مخيف بعض أكتر لما بتعفي الكتب المنتجي الكتب المكتوبة باللغة الأصلية اللغة الأم أو الكتب المترجمي يعني نحنا بآخر العالم يعني العالم الثالث ويمكن رقمنا كثير بعيد بأنا بقي هالشي بذهني جينا السنة كان العيد 65 للإونسكو قال بدهم مشروع يكون غير شكل يتبنوا فأنا قدمت الاكتراح وأنا بدي أشكر اللجنة الوطنية برئيسها بشخص رئيسة الدكتور هاريه عويت والأمينة العامة الدكتورة زهيدة درويش تبنوا الفكرة ونقلوها من لجنتنا الصغيرة لجنت التربية واللجنة الثقافية لهيئة المكتب للهيئة العامة وصوت عليها وانقابلت والهدف من الله راض أنه نشجع شعبنا على الكراهة نعم بدنا نتعرف أكتر على هالمسابقة شو هي بالزابط الفرصة كانت مقدمة لكل شخص هاوي المطالعة فوق الخمسة وعشرين سنة صحيح هذه لأنه في جائزة للصغار مع أنه مشكلتنا مع الصغار لا في جائزة للصغار بتقوم فيها جمعية نعم وبتعاون مع الونسكو نحنا هدفنا الناس اللي يتخرجوا من الجامعات وما عم بيقروا لسبب التقدم الوظيفي أو التقدم العلمي فهم يحبوا يقروا بدنا نشجعوا يقروا ومنعرف أنه موجودين باللبنان نشكر الله للبنان بعده شوي منيح يعني بين الدول العربية نحنا من الأوائل الحمد لله نحنا نسبقين بشي إيجابي من الأوائل بس نحنا بعد ما وصلنا لمستوى أوروبا يعني نحنا بدنا نشجع وكان الإطلاق من سنة وكان الإعلان الجائزة الثلاثة اللي مضي 29 شهر بأصل الونسكو برعاية معالي الوزير عريجي توزيع الجويز وحفل التكريم تل صحيح التكريم المشاركين اللي وصلوا للتصفيات النهائية والفائزين وخلينا أقول شي إنه كانت الجائزة لثلاث فئات يلي بيقرأ خمس كتوب بيقرأ أربع كتوب بيقرأ ثلاث كتوب هلأ غالبية ربحه كانوا اللي بيقرأ خمس كتوب غالبية الناس إذا أجوا شاركوا بالخمس كتوب وهيدا كان مشجع كتير وبالحقيقة كان صعب إنه نقرر بيناتهم نعم كان في مشتركين كتار دكتور كلابسي يعني لبوا الطلب لا بأس يمكن نحنا أطلقناها بالصيف وكان موسم الناس مسافروا بالبحر فما كتير سمعوا بس كان لا بأس اللي شارعوا فأديع تتوينه وقت حتى يقرأ الكتوب أنا متأسف أقول السنة ما كان في وقت السن الماضي ما كان في وقت كتير هلأ بتمنى اللي عم بيسمعونا ومهتمين لا رح نقولون عننا بوقت قريب بتمنى يجوا ويشاركوا وعطيتوا المشاركين الخيار أنه يختاروا كتب أجنبية أو كتب عربية البيريدوة ما عدا كتب الطبخ والأبراج والشعر أنا بعتزر أن الشعر ما قدرنا ناخد كتب شعر والكتب الدينية ما قدرنا ناخدها بقيت ما تبقى فوق 125 صفحة بيختار البيريدو شادي أنت كيف عرفت عن هالمسابقة وليش قررت تشارك فيها نحن بنعرف أنك هايو المطالعة كلنا بنشوفك واصل على استوديو هون حامل هالكتاب تحتك كتبك وجي ولكن ما بنعرف أنه لها الحد أنه عندك هالشغف للقراءة بالحقيقة عرفت بالمسابقة على الإنترنت نشره بكل مواقع وهالمواقع تواصل اجتماعي الخبر وأول ما شفت الخبر تشجعت وفرحت وتحمست وحسيت أنه ما خلصت الدنيا وفي حدا نعم يسأل عنا وعم يسألنا شو عم تقرؤ كنت دايما نحس الحالي عم بقرأ أو عدد كتير قليل من اللي حوالي يعني فشاركنا بالمسابقة وقلت بما أنه أنا عم بقرأ وفي المسابقة فلتكن بنفس الوقت هوايتي والمسابقة اللي هي تحدي ومشروعه أنت اخترت فئة الخمس كتب باللغة العربية شو كان مطلوب منكم كمشاركين غير أنه تقرأ الكتب شو كان لازم تتدل كان مطلوب مننا نختار الكتب ونبعث أسمية بالأول تهني يعرفوا شو عم نقرأ ويكونوا عارفين ويحضرونا مشان المسابقات الكتابية والشفاهية كان مطلوب مننا نعمل تلخيص للكتاب ونعمل إعادة صياغة بأسلوبنا الخاص ومع رأينا فيه تلخيص مكتوب وكمين خضعته لأسئلة شفاهية من قبل للجنة نعم فخطعنا للمسابقة الشفاهية قدام لجنة تلخيص المكتوب أكيد ما كان صعب لألك شو حسيت أنت وقف أمام لجنة من هالمتخصصين بالحقيقة كنت عتلين هم بالبداية أنه يكون قدامهم بعدين استقبلونا بالترحاب والابتسامات وهيك فخففوا من الضغط النفسي علينا وحمد الله كنت عم بقدر جاوب بسئة بنفسه وبجرأة وكنت عارف كل شي بالتفاصيل كنت محضر مزبوط يعني بالأشهر السابقة للمسابقة بالتالي كانت تجربة إيجابية جدا وصبتتني أكتر أكتر مع حالي بمجال المطالعات والنتيجة كانت الجايزة الثانية بفئة الكتب العربية مبروك شادي رح أرجع لك بدين تقلق إيزابال إيزابال أنت كمان كنت أكتر من مميزة بها المسابقة بعرف كان مفروض يكون في جايزة وحدة دكتور ترابوسي ولكن لأنها الأد كانت مميزة إيزابال أصمتها لتنين ما أصمناها لا صار في فئة خاصة جايزة لفئة الكتب الأجنبية تماما ما تقاصموا الجائزة ربحت الجائزة الأولى باللغة العربية الصحفية رندلة جبور وعملنا جائزة للغة الأجنبية مع إيزابال كان في عدد من الناس باللغة الأجنبية لكن إيزابال طلعت الأولى لماذا أحبت تشاركي بهذه المسابقة إيزابال؟ أنا أقرأ من الزمان وعندي هواية للكراءة بشتركة بكذا نادي كتاب وعندي بلوغ عن الكتب وفيسبوك بيج وكثير بحب أشجع العالم على الكراءة بس لشفت هيدا المسابقة اللي بدأ أشترك فيها أنت اخترت أول فئة هي قراءة خمس كتب أنا هديك السنة آريا 26 كتب خمس كتب أنا لقلي خمس كتب لقلي ماذا كان الأصعب لقليك؟ قراءة الكتب أو التلخيص المكتوب أو الوقفة أمام اللجنة؟ لا أنا قدام اللجنة كنت شوية موترة لكن بعدين عن جد غري أنه حسيت كانت جلسة حميمية عفوية وهذا الشيء كثير الغريب بلها الفيزين دكتور ترابلسي منهم تطلاب أداب شادي تقني بإمتيار صحيح هو كامرمان عنا بالم تي في وكمان إيزابيل عم تدرس بايولوجي صحيح يعني بالفعل هو شغف عندهم أو حب عندهم للمطالع الثائزة الثالثة ست نجوة نجوة اليحية مناظرة بثانوية الحريري في صيدة يعني حتى ما بتعلم أداب ما بتعلم لغة كمانها ربحية نعم هذه لقطات من حفل التكريم وتوزيع الجواز إذا أنت شادي نعم هلو تلبع لك البدلي لبس بدلي نعم بقدر نوه بالزملاء اللي كانوا باللجنة صح ما نتعرف على أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة الرئيس هو الدكتور هنري عويت يلي هو رئيس اللجنة الواطنية الأونسكو نائب رئيس الجامعة اليسعي في بيروت رئيس مجلس فكر العربي الأمين العامي الدكتورة زهيدة دارويش بروفسورة بالجامعة اللبنانية الشاعرة والأديبة الدكتورة كلوديا شمعون أبي نادر ودكتور يوسف عاصي حضرتهم أعضاء لجنة التحكيم وأنا معهم نختاروا كان صعب عليكم الاختيار لأن كلهم كانوا مميزين كان صعب لأنه كان تفلع مص علامي سنقول بين الشخص والآخر كتير قراب حتى يلي ما فايزوا كانوا كتير مناح بس بالأخير في حدا بدي يفوز راح تكرروا هذه التجربة من الله راد نعم بالعام القادم بأسبوع المطالعة مثل الأسبوع الماضي منعلن عن الجائزة مرة تاني وبوقت قريبا نفتح باب الترشيح منعلن عنه إن شاء الله الانتيفي اللي ساعدتنا العام الماضي كمان السنة إن شاء الله بتساعدنا نطلق الجائزة بتأمل بتأهدها لحد الأدنى اللي ممكن نعمله دكتور ترابلسي عنا مشكلة كبيرة مثل ما قلت نحنا ممنقرأ يعني هادي مبادرة كتير جيدة نحو التحسن ولكن شو فينا نعمل نحنا كأشعاب كأهل كأفراد كطلاب حتى نشجع بعض إذا بدك حتى نقرأ أنا بقول الأهل المطالبين يعني شو بنقصنا حتى نكون مثل الدول الأوروبية ودول غربية الأهل المطالبين يعلموا أولادهم ما يعطون هالآيباد ويضلوا يلعبوا كل النهار يجبرون يقروا مثل ما بي علمني هاك أنا بلشت بالسرتفيكال الكراءة وبعدين نصر عندي مكتب ضخمي بعدين ما نروح نهدي بعضنا البعض فلاورز بيموتوا بعد خمس دقائي نهدي بعضنا البعض كتب أنا تعلمت شي من بلدية مانشستر كانوا يعملوا مسابقة يعملوا مسابقة أسبوعية نهار الأحد على التلفزيون المحلي كل أحد يحكوا عن كتاب ويطلبوا من الناس يروح يشتروا الأحد الثاني يقضوا يناقشوا وشوف الناس بالترنت والباصات عم يقروا الكتاب نحنا هون إذا عملنا برنامج المتفي سكرت برنامج كتاب كان برنامج رائع إذا عملنا برنامج كتاب عم نستقبل الكتاب بغير فقرات ببرنامجنا بس شركات الدعايتنا بتدفع حق دعايت فبدنا نرجع نعمل نهضة بالتلفزيونات والمحطات نشجع بعضنا على الكراء نعم شادي كلمتين كيف بتشجع اللي عم بيحضرونا حتى يقرأ أكتر؟ بدأ كل الناس يتابعوا مطالعتهم بالكتاب وبالورقة الملموسة المطبوعة بالحبر لأنه بتخلق نوع من العلاقة بين الإنسان وبان الكتاب يصير الإنسان مدمن على المطالعة وعلى الكتاب غير مدمن على الفيسبوك وعلى هالأمور التانية بعدين الكتاب بناخده معنا وين ما يروح ما بتفضى بطريته ولا بينمحها ما أنه مادة فينا نهدي لحدة بس نخلص قراءته بعدين المعلومات الموجودة على الإنترنت مادة ديجيتل رقمية وحتى وهمية معرضة للزوال بأي لحظة أما الكتاب بنلاقي كتب عمر مئة ومئتين سنة وبتبقى مثل ما هي إيزابال، وين بتروحي لما بتقرأ؟ أنا أنا بقرأ أكتر شيء عندي بالقودة عالتخب لأمور لا، وين بتروحي بزهدك بيخيالك أنا الكتاب بخليني سافر لكذا محال كلما يحكي عن بلد بحس كأنه أنا رح تزرته وبعرفه وهو كتير منيح ضد الضغط وكل شيء ممكن حدا يواجه مشاكل إذا بيقرأ كتاب أنا مأكدة أنه بلدتك مبروك لألكم بعرف أنه مش بس حصلتوا على تكريم وتقدير إنما كمان جوائز مالية حرزانة شكرا لألك دكتور ترابلسي عباكي شكرا لألك شكرا لألك طلاب البيرعين يكون عدوى لإلنا كلنا وصير نقرأ أكثر أهلا وسهلا فيكم مرسي وقف مشاهدينا وقف لايف بكمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة